اشتركوا في القناة وقالب بها مجلس النواب المنحل على المسودة الرابعة بينما تجاهلت مطالب وفد المؤتمر الوطني لتعديل المسودة الرابعة إن هذه التعديلات تحوي من الأمور التي تهدد سلامة الوطن واستقلاله ما يجعل مسؤوليتنا في تبيينها لشعبنا أكبر وأعمق إن البنود التي حوتها هذه المسودة الأخيرة تمنح المجلس المنحل صلاحيات كبيرة فوق التي كان يأملها وترهن ثورة فبراير وثوارها لهذا الجسم الذي اتضح عمله مع الثورة المضادة وتحالفه مع أعداء الوطن وأعداء الثورة ومن أخطر البنود التي وردت في هذه المسودة الآتي أولا المسودة جعلت مجلس النواب المنحل هو السلطة الوحيدة التي لها حق منح وسحب الثقة من الحكومة دون أي مشاركة مع أي جسم آخر يمثل ثيار الثورة ليحافظ على ثوابتها أما دور مجلس الدولة فهو دور استشاري غير ملزم وغير مؤثر في تعيين الحكومة أو سحب الثقة عنها ثانيا المسودة تعطي الشرعية لجميع قرارات مجلس النواب المنحل السابقة بما فيها اختيار رئاسة البرلمان وتعيين رئاسة الأركان وتعيين المدعو حفتر قائدا عاما للجيش وإعادة الضباط المتقاعدين للجيش وقرار العفو العام لمنتسبي كتايب الطاغية وقرار تعيين علي الحبري محافظا لمصرف ليبيا المركزي وقرار اعتبار فجر ليبيا منظمة إرهابية وقرار طلب التدخل الأجنبي والاتفاقية العسكرية مع مصر وغيرها من القرارات التي تعتبر خيانة للوطن وللثورة ولدماء الشهداء ولا تنص المسودة في هذا الشأن إلا على مراجعة هذه القرارات في أول جلسة للبرلمان بعد الاتفاق والمعروف أن المراجعة لا تعني الإلغاء ولا تلزم البرلمان بإلغاء هذه القرارات ثالثا المسودة تجعل كل قرارات المؤتمر بعد فجر ليبيا باطلة وكذلك كل التعيينات التي صدرت عن المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ باطلة ولا أثر لها رابعا المسودة ترهن مصير الوطن لمنظمة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وتعطيها الصلاحيات للتدخل في شؤون ليبيا والتحكم في مصيرها ومواردها خامسا المسودة تجعل الاتفاق وثيقة دستورية حاكمة تحكم المرحلة الانتقالية وما بعدها سادسا جزء كبير من الاتفاق غير منشور وليس لأحد من الليبيين معرفة به فالمسودة تحوي ست ملاحق لم تنشر ولا معلومات عما تحويه هذه الملاحق والمطلوب هو التوقيع دون معرفة ما تحويه هذه الملاحق سابعا المسودة نص على أن الجيش الليبي الذي سوف يقوم باستلام العاصمة وإخراج الثوار منها هو الجيش الليبي الذي يعترف به مجلس النواب المنحل الآن فالفقرة الخاصة بالجيش قد تم تغييرها من تأسيس الجيش إلى تطوير الجيش وهذا يعني تطوير ما هو معترف به دوليا أنه جيش ليبي ومن أراد أن يعرف من هو الجيش الليبي أو من هو الجيش الذي تعترف به بعثة الأمم المتحدة فليراجع بيانات البعثة بخصوص لقاءات اليوم في القاهرة مع ممثلين من الجيش الليبي وهي بيانات موجودة على موقع البعثة على شبكة الإنترنت كل هذه الطوام التي حوتها المسودة يلقي على كل ليبي حر مسؤولية كبرى في رفض هذه المسودة والوقوف صفاً واحدة في وجه المؤامرة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة على ليبيا ولهذا فإن حراك ساحات الثورة يطالب المؤتمر الوطني العام برفض هذه المسودة ويطلب أيضاً من كل الشعب الليبي الخروج لرفضها والمشاركة في الاعتصام المفتوح أمام المؤتمر الوطني العام الاربعاء واحد يوليو 2015 عند الساعة الثانية ظهراً لرفضها والمشاركة في الاعتصام رفضاً لهذه المسودة وإلزام بعثة الأمم المتحدة لاقتراح تسوية تحمل في اعتباراتها الاعتراف بثورة 17 فبراير وعملية تصحيح مسارها ووضع مطالبها موضع التنفيذ رد الله كيد الكائدين وخيب الله مكر الماكرين ونصر الله ثوارنا وحفظ الله بلادنا الثلثاء الثالث عشر من رمضان لسنة 1436 للهجرة الموافق للثلاثين من يونيو 2015 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر اشتركوا في القناة